ما جرى طبعا من الاعتداء على شاحنات المساعدات الأردنية داخل قطاع غزة وفراغها من محتوياتها وحرق محتوياتها هو أيضا أمر لا يمكن السكوت عنها حقيقة في المجتمع الدولي ولا شك أن الطريقة التي تم فيها الاعتداء على الشاحنة في رفح والتي أدت إلى مقتل سائقها وإصابة راكب في هذه الشاحنة هو اعتداء صريح على القانون الإنساني الدولي ولا يمكن أن يقبل بأن يتم السكوت عن مثل هذه الانتهاكات كما هو يحصل بشكل متكهد